وفي مروياتنا أنه مرة دخل الحسين رضي الله عنه مسجد النبي صلوات ربي وسلامه عليه فصعد ظهر الرسول يعني صعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السجدة كراهة أن يعجله يعني ليس كراهة أن يسقط هو لو سقط لا يتأذى لكن لا يرد أن يعجل كأنما الحسين مستمتع بصعوده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد أن يعجله فأطال سجوده محبة ليست تقليدية محبة الآباء للأبناء خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى طعام دعي له دعاه أحد أصحابه إلى طعام فذهب ولبى النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه رأى الحسين يلعب مع الغلمان فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبساط يديه هكذا بلا تشبيه بساط يديه فجاء الحسين يفر هاهنا وهاهنا أيضا الحسين يلاعب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يضاحكه ثم جاءه الحسين فحمله وقبله وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط يكفي الحسن والحسين رضي الله عنهما شرفا وفضلا وفخرا قول النبي صلى الله عليه وسلم عنهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وروي عن جابر ابن عبد الله الصحابي رضي الله عنه أنه قال إذ دخل الحسين المسجد يعني جابر جالس في المسجد فدخل الحسين هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حسين صار شابا دخل الحسين المسجد فقال جابر من أحب أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش أبو عبد الله طفولته وصدرا من شبابه في المدينة المنورة تربى في بيت النبوة ثم في بيت والده علي رضي الله عنه وفي حلقات العلم تلميذا عند مدرسة الصحابة لأصحاب جده صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف حج خمسا وعشرين حجة ماشيا من المدينة إلى مكة إلى مكة المكرمة لاقى الحسين عناية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبيه علي وأخيه الحسن بل لاقى عناية عظيمة من أبي بكر وعمر وعثمان إبان خلافتهم فقد كانوا يعاملونه وأخاه الحسن معاملة خاصة ويقدمونهما على أولادهم في الأعطيات وفي كل شيء ومرة تكلمنا عن موقف الخلفاء في سنوات ماضية في مواسم ماضية من برنامج هجرة النور نحن الآن في الموسم الخامس في مواسم ماضية كنا قد تكلمنا عن موقف أبي بكر وعمر وعثمان مع الحسين لا نريد أن نطيع الكلام وهم وجود في الإنترنت من أراد أن يتابعه كان أبو بكر وهو ابن الستين عاما يحنو على الحسين كثيرا كان إذا رآه يقبل عليه ويهش ويبش له ويقبله من رأسه وكان رضي الله عنه يقول للناس إذا رأى الحسن أو الحسين وكانوا صبية في خلافة أبي بكر يقول أرقبوا محمدا في أهل بيته أرقبوا محمدا في أهل بيته أي أرعوهم واحترموهم وأكرموهم لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم